السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناة غذائك وعلاجك لقد قيل ليوسف عليه السلام لما تقف في يديك خزائن الأرض فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع ولقد ذكر العلماء العديد من فوائد الاعتدال في الطعام وعدم الإصراف وقالوا أن لا ينس بلاء الله عذابه ولا ينس أهل البلاء فإن شبعنا ينس الجائع وينس الجوع والعبد الفطن لا يجد بلاء غيره إلا ويتذكر بلاء الآخرة ولقد أمر الله الرسول أن لا تأكل إلا طيبا أو مما تكسب ولقد ربط الأكل بالعمل الصالح لقد قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فإن يطعام المحتاج من صالح الأعمال وأكرمها وهي من صفات الأبرار وقال صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلمين أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا فمن الصعب على قلب المؤمن أن يمر على جائع لا يجد ما يصد به جوعه وبالذات في شهر رمضان بعد صيام يوم كامل فلذلك أذكركم وأذكر نفسي بضرورة إطعام وإعانة المحتاج في كل وقت وزمان وبالذات في هذا الشهر الفضيل وإليك وصفة الدجاج بالثوم السهلة والخفيفة المكونات كيلو دجاج مقطع خمس فصوص ثوم مقطع إلى شرائح صغيرة نصف كوب من البقدونس الطازش مفروم فرما ناعما ملح فلفل أسود زعتر مجفف حسب الضوغ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون الزبدة حسب الاحتياج وعصير الليمونة طريقة التحضير أشعي الفرن إلى 450 درجة أو 225 درجة مئوية ضع قطع الدجاج في صينية مدهونة بالزبدة أضيف الملح والفلفل والزعتر حسب الضوغ رش الثوم والبقدونس على قطع الدجاج ثم أضيف عصير الليمون وزيت الزيتون ضع الصينية في الفرن حتى يصبح لون الدجاج ذهبيا وشرائح الثوم بالنية ومحمصة حوالي 35 إلى 45 دقيقة يعتمد ذلك على حجم القطع اغفض درجة الحرارة قليلا في النهاية ثم استمتعي أنت وأفراد أسرتك شكرا لمتابعتكم من فضلكم اشتركوا في قناتي وتابعوني غدا بفيديو جديد أدعو الله أن يتقابل دعواتنا ويفرجهم الأمة ويزيل عنها القمة